من امرلي الى جرف الصخر مرورا بالظلوعية ثلاث محطات تفرقها الرقعة الجغرافية على الخارطة وتجمعها نتيجة العمليات العسكرية الثلاث التي نفذها الجيش العراقي مدعوما بمقاتلي الحجد الشعبي خلال فترة شهرين لكن استعادة السيطرة على جرف الصخر التي تحتل موقعا ستراتيجيا تم من دون اسناد طائرات التحالف الدولي ما جرى هو يعتبر النصر على المستوى التعبوي وليس على المستوى العملياتي أو المستوى الاستراتيجي الغاية من هذه العمليات هي تأمين مسار الزائرين الى كربلاء فما اعتقد انه ذاك يعتبر النصر الكبير وهو نصر صغير على مستوى تكتيكي واستمرار لعمليات الكرب والفر هنا وهناك سواء في صلاح الدين أو في الموصل جرف الصخر بلدة مترامية الاطراف تقع شمال غرب محافظة بابل ظلت تحت سيطرة المسلحين لسنوات ولم تكن عملية استعادتها سهلة نظرا لطبيعة المنطقة وتعقيداتها جغرافيا وتداخل البساتين بينها وبين المناطق المجاورة لها على امتداد 45 كم حتى نكون اكثر انصافا فيما يبدو المعلوم بان الملف الامني هو ملف سياسي بامتياز في العراق وحسب وبالتالي نرى بان تحسن الادارة السياسية وتغير اطارها العام مع الضغط اقليمي ودولي اشترط ان تكون هناك حكومة وحدة وطنية وهناك وزيري على رئيس هرم السلطة في وزارة الدفاع والداخلية هو من اعطى دافعا وعزما جديدا لتلك القوات ان تستعيد بعض العافية وليست عافيتها بشكل كامل هذه العملية وسابقاتها تسجل انتقال الجيش العراقي خلال اربعة اشهر من مرحلة الدفاع الى الهجوم تخطط القيادات العسكرية للتقدم صوب الفلوجة كمرحلة ثانية بعد جرف الصخر وهو تقدم باتجاه مناطق كانت تحت سيطرة داعش منذ نحو عامين فيما يكرر مقاتل داعش هجماتهم على عامرية الفلوجة التي لا يفصلها عن الفلوجة سوى عشرين كيلو مترا من جهة الجنوب طارق ماهن سكاي نيوز عربية بغداد